سأرجع ليه دكتور بقى محمد شكر محمد شكرا علشان هسأل عالم سيقاته أنا كنت بقول إيه الدراسة بره برامج مش حاجة اسمها داخل كلية الهندسة مش كلام من ده أنا داخل علشان أدرس كذا إيه البرامج اللي عندنا؟ في البداية بدأت الجامعات التكنولوجية بثلاث جامعات جامعة بنسوف التكنولوجية وجامعة القاهرة الجديدة تكنولوجية وجامعة الدلتا في قوسنا تكنولوجية كان البرامج في الثلاث جامعات تقريبا متشابهة في تخصصاتها فعلى سبيل المثال حاليا احنا وصلنا في جامعة بنسوف الأول جامعة بنسوف التكنولوجية في البداية أول سنة كانوا برنامجين كان برنامج تكنولوجيا الميكاترونيكس وتكنولوجيا المعلومات ومع التطور اللي بيحصل في مجال التعليم التكنولوجي واللي ماشي بشكل سريع في الفترة الأخيرة في مصر وده فرصة من خلال البرنامج يعني توجيه التحية والشكر للقيادة السياسية والوزارة التعليم العقلي ومعالي الوزير والقائمين على المجال حصل تطور كبير لدرجة احنا وصلنا من بعد حالين خمس برامج بنسوف التكنولوجية اضاف للبرنامجين اللي تم ذكرهم برنامج لتكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة وبرنامج لتكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التقومية وبرنامج خامس لتكنولوجيا السيارات أو الأوتوترونيكس فكلهم من أساميهم برامج حديثة وبرامج ممكن يكون فيه يعني احنا برضو من خلال يعني الواحد شرفه بالتعرض لتجارب عالمية في دولة كبيرة ومن خلال كنت مستهار ثقافي قبل كده فشوفنا في بلاد الخارج في الخارج الاهتمام بمجال التعليم التكنولوجي والمجال العملي فالتخصوات دي مطلوبة مش بس في مصر ممكن مطلوبة برا وبتتواكب يعني يمكن ملاحظ انها بتتواكب معها وبتتزامن فيه تناسك مع المشروعات القومية اللي بتتم في مصر من إنشاء مدن جديدة زي العصامة الإدارية والعالمين وخلافه توسعات وتطور في قطاعات مختلفة كقطاع السكك الحديدية مثلا نحن لسه النهاردة فخامة الرئيس كان مثلا في اجتماع مع مختصين وفي مجال الأطراف الصناعية الزبط امبارح كان أيضا فخامة الرئيس في النقاش أيضا مع إحدى منش نقول اسم الشركة إحدى الشركات الأعلامية في مجال السفن والطاقات الجديدة هل قلت برحب مرسك؟ ما حضرك اللي بتقول مرسك؟ لا تبا تبا الدكتور هشامي متفضل وقال إن مجالات هندسية وكان الناس بتتكلم إحنا دلوقتي هي البداية كانت هندسية إنما لما حنشوف دلوقتي في الحوار مع حضرتك التوسع وصل لفين امتد إلى المجال الأدبي يعني بقى فيه سبع جماعات جديدة السنة داخل مخطط لها تدخل الخدمة في العام الأكاديمي عشرين اتنين وعشرين عشرين تنائة وعشرين السبع جماعات دول يعني منتشرين أيضا في الجمهورية في أماكن مختلفة وتم اختيارها بناء على معايير وضعها بالنسبة ومواقعها بالنسبة للصناعة لأنها بتخدم في الأساس صناعة زي ما الدكتور هشام برضو تفضل وقال فحنلاقي من ضمن البرامج اللي طلع فيه الجماعات السبعة الجديدة برامج خاصة مثلا بتكنولوجيا السياحة والفنادق والصفر ده بيقبل طلاب من السنوية العام الأدبي حتى دي بقى فيها تكنولوجيا بالزبط فبالتالي الموضوع ما بقاش هندسي فقط ما بقاش السؤال دايما بيطلع طب اللي هيتخرجوا دول هايبقوا في نقابة المهندسين بتعمل لهم بالمناسبة نقابه نقاب التكنولوجيين الموضوع دلوقتي بقى توسع عن أنه بقى مجرد المجالات هندسية أو تكنولوجيات هندسية ده تكنولوجيات تكنولوجيات طبية وفي برامج جديدة طالعة برضو في برامج الخدمات التكنولوجية الخدمات الصحية برضو في السبع جماعة الجديدة والثلاثة القائمين فيهم برنامج الأطراف الصناعية ده بيقبل من شعبة علوم فالدنيا بدأت تتوسع أكتر بدأ بيقبل بالإضافة طبعا في الأساس بيقبل طلاب التعليم الفني فما بقاش دلوقتي فقط مجال هندسي احنا على سبيل المثال في بنسوي في التكنولوجيا أيضا تتميز بأن فيه تعاون دولي يعني فيه تعاون مع كوريا الجنوبية حي بنعمل تعاون آخر جاري العمل عليه مع بيلا روسيا فيه مجال تكنولوجيا المكانة الزراعية تبدأ هنقول بقى مهندس أو بكلية زراعة ونقول إيه مجالات بقى ما فيه تعاون في تكنولوجيا صناعة الأسلحة مع بيلا روسيا شو طهر أصلهم في الحاجات دي قوي وارد حضرتك فيه توسع في المستبق اللي احنا النهاردة يعني في الفترة الأخيرة بالمناسبة يعني فيه كلية عسكرية تكنولوجية أيضا يعني اللي كان المعد الفني الدنيا بتتطور الظهر أسرع من الواحد قدرة واحد زي حالاتي على التفكير يعني ما أنا برضو يعني مش زي حضراتكم حضراتكم في النهاية خلص أسادزة وعلماء